اخترت عنوان القصص بناءً عن الجريمة نفسها توصفت إزاي؟ هل كان لكي مرجع في اسم الجريمة أو في عنوان الجريمة نفسها كجريمة؟ ولا أنت سبتي ده برضو لخيالك أنت ككتبة أنك تشوفي الجريمة دي ممكن تكون بتوديل فين وبالتالي أنت اخترت العنوان؟ هو وأنا بكتب القصص أنا كنت الفكرة موجودة والهيكلة موجودة وكنت بكتبها بيبقى فيه مثلاً كذا اقتراح لكذا قصة يعني عفواً كذا اقتراح لإسم القصة في النهاية الإسم اللي بيفرد نفسه على القصة هو اللي بيكون ما بقدرش أغيره لكن الرموز يعني استعنت بالرموز زي أطياف العودة يعني إيه هي أطياف العودة؟ أنا عايزك تقول يعني إيه أطياف العودة؟ مسبحة بني مزار أنا خدت الإسم زي ما هو يعني وكان مقرر لي أن أنا هسميها قرية شمس الدين بس بعد كده قلت خلاص هنخليها مسبحة بني مزار لأن هي الأوقع وفيها المكان فارد نفسه أكتر إسم عاجل إقرى الحادثة ملهوش أي قصة جوه هو إسم بيضم الوحدة بمعنى أصحة وحدة كل القصص إيه هي العامل المشترك في جميع القصص؟ إن إحنا كنا بنقول إقرى الحادثة أو عاجل خبر عاجل في حادثة ما حصلت وهي عاجلة دلوقتي إن هي الرأي العام يعرفها فعشان كده حبيت إن أنا تكون إسمها عاجل إقرى الحادثة أنت أكيد تأثرتي بالحادثة دي أكيد أكيد تأثرتي بالحادثة دي يعني لما تكتبي فيها وتشترحيها وتبحثي فيها عمرك تعطفتي مع أي مجرم؟ في أي حادثة منهم؟ مين؟ خلف شقات الأموات تعطفتي مع المجرم؟ اه تعطفتي مع لي؟ طبعاً مش المفروض أقول كده لا يعني ما انتي برضو بتبحثي وانتي في الاخر ككاتبة وانسانة اكيد ليك وجهة نظر يعني ما فيه مثلا المجرم اللي طلع مريض طلع مريض سايكوباتي وتم التأكيد على كلام ده تم التصديق او التأكيد انا سعب علي لان هو لو احنا بصيت دي هو ضحية واهله ضحية هم ضحية عدم وعي يعني الاهل ضحية عدم وعي ان هو كان مريض والمستشفى الامراض النفسية في العباسية اثبتت ده والدليل على فكرة كانت رشدت بتعود تاريخها لـ 92 هي اللي اثبتت ان هو في حالة خاطرة جدا وبيتعرض لازم يتعرض لجلسات القرب وان هو طبعا عيب العيب هو اللي ما خلاش ان العلاج بتاع هذا الشاب يعني يكمل فهو ده اللي انا تعطفت معاه حتى في الحوار انا الاول كنت طبعا ازاي انا رفضة ده يعني رفضة ان ده ان انا اقول ان انا متعطفة معاه بالعكس انا كنت نفسي ان هو ياخد اعدام او ان هو يتم الاعدام بشكل او باخر بس بعد كده لا اتعطفت معاه لانه فعلا كان بيتضرب بيتضرب على امل ان هو هيرجع من الحالة اللي هو فيها دي بس ما فيش حد مريض بيبقى حاسس ان هو مريض او عارف ان هو مريض فانا بحس ان المرض النفسي عامل زي حاجة بتنهش في الروح حد ما بيختفي معالم الانسان حقيقي انا شايف انك تكملي في عالم الجريمة لفترة انا شايف انك متفوقها جدا في الموضوع طبعا انا اتكلم عن الغلاف اختيار غلاف الكتاب في كل الحكايات دي وفي كل الجرائم دي اعتقد ان ده برضو ما كانش سهل عليك عاجل اقرى الحادثة كلميني شوية عن تصميم الغلاف تصميم الغلاف هو طبعا المصمم محمود عبد النصر اه وطبعا انا عايز اقولك يا روني ان احنا قعدنا نعمل كذا ديزاين كذا ديزاين كذا ديزاين عشان اوصل لده توصلي لده هو لو احنا بجينا بصينا هي فيلا اه فيه ثلاث اطياف اه الثلاث اطياف دلم مين شوكوريل اه زوجته ابنه اه وهو اكتر ما كان بعد خلف شقة الاموات انا كنت متأثرة بيه وبشكله اه اه فجبت الصورة دي والامر في الساعة الاخيرة من الليل ايه فالغربان لان فيه قصة تعود فيها للغروب المعاول اه الاول جريمة قتل في التاريخ البشري كله حصلت قبيل وهبيل انا ذكريها برضو هنا اه برؤية تانية هو الغلاف الحقيقة متى الصورة للبيت اللي انت حطاها مرعبة جدا هي قصة لا تتخطى الحاجز اللي مسكور فيها حادثة شوكوريل حي الزمالك لان انا مش عارفة ليه فعلا وانا بكتب حي الزمالك بيحصل فيه جران كتير حوادث كتير قوي مع انه حي الطبقة الراقي يعني فاخترت الفيلا بتاعة شوكوريل نفس التصميم نفس الدزاين اه اما الاوراق اللي موجود عليها بوقع الدم هي جليلة عبدالهادي النقراشي لو الورق ده موجود قدامها فقدرت اوصل انا وهو للتصميم ده في النهاية طبعا مع الفونت بتاع الكلام عاجل اقرأ الحادثة لان هو قديم شوية يشبه الغبار اللي مكتوبة في الجرائط جميل انا سعيدة بلقائك جدا ختينا معاكي كده في رحلة يعني عميقة جدا ليها علاقة بالجريمة مؤثرة فيها تفاصيل كتير وفيها اسئلة كتير قوي الواحد ممكن يبقى بيسألها لنفسه لما يقرأ عن الجريمة زي دي او لما يسمع عن جريمة زي دي هتكملي في عالم الجريمة لقيت نفسك لقيت حاجة مدية لخيالك مساحك ككاتبة ان انت تكتبي وتبحثي وتنقلي ده للقارق انا شايفة ان الكاتب عمل زي الممثل بس هو بيمثل على الورق مش اكتب ولازم يكتب في كل حاجة انا بحس ان هو اه طبعا الجنس الادبي سواء قصة قصيرة او رواية بس انا حاسة ان ما اقولش ده نوع معين يعني ادب جريمة او عاطفي او لا انت لازم تكتب في كل حاجة هي الشخصيات ما هي ان انت بتخلق شخصية لها بتحب ايه او بتكره ايه لها حالة نفسية معينة انت لازم تكتب كل حاجة ازاي الممثل ما يمفعش يورفو الدور او يعملده